تعال نسمع قصة إمام عشور بدأت منين عشان عندنا تعقيب مهمة عبدالله السعيد كان موجود في اندمن القيمة الموجود قبل القيمة انه ايام تتعلم روي فيتوريا كان مستقر ان هو هياخد عبدالله السعيد على حساب احد اللاعبين اللي تواجده في قيمة المنتخب ولكن تم الضغط عليه واستبعد عبدالله السعيد في اللحظات الاخيرة وعبدالله السعيد كان هينزل بيان على حسابه الشخصي تويتر ويوضح فيه الحالة اللي حصلت ان فيتوريا تكلم معاه وقال له انت تبقى موجود معاه في القيمة النائية ويرجعه من الاعتزال الدولي بعد ما اعلن اعتزاله الدولي ولكن عبدالله تفاجئ انه مش موجود في القيمة النائية واستبعد في اللحظات الاخيرة على حساب احد اللاعبين وطم الضغط على فيتوريا لاستبعاد عبدالله السعيد وضم احد اللاعبين اللي كانوا خارج السورة الضغط من مين يا عبدالله مين اللي ضغط علي عبدالله أنا نفسي تسيبه الراجل يخلص خالص ده جملة جملة مهمة ما هي كاتبها يبقى اول حاجة الهن كسام تاني حاجة الضغط على المدير الفني احنا ليلتنا النهاردة مطولة اهدوا على نفسك اكمل يا عبر احمن ما تخليش حد يشتتك كمل ما تقطعوش الراجل وتدخل احد اعضاء اتحاد الكورة واتكلم مع عبدالله السعيد خلاص لم الموضوع يا عبدالله ان شاء الله انعوضها في المعسكرات اللي جاية انت رجعت من اللي اعتزال تبقى معانا في التصفيات اللي جاية للموهيلة الكس العالم ولازم نلم ونقفل على اللعيبة وعى المنتخب عشان ما يبانش ان انت بتصدر مشاكل وعبدالله لم الموضوع وتم الانتاء سفرت بقى تم الاعلان عن القايمة النهائية والبعثة سفرت كوتيفور من اول مباراة زي ما كنت بقول لكابتن مويبو حضراتكو كان في بعض اللعيبة متفقلة وبعض اللعيبة انا عايز بس اقول لك ان اللعيبة اللي مكانه هو امام عشور بتضحك ليه ما تقولها على طول النهاردة تقول كل حاجة عبر رحمان النهاردة تقول كل حاجة للناس دايب ما تخبيش حاجة خد يا كابتن مويبو المفاوضة هتقول لي حاجة هترجمها لك الترانسليشن اقوله هنا موجود امام عشور ما كانش رايح البطولة واللي كان رايح مكانه عبدالله السعيد ادي اول حاجة سلبية الضغط على المدير الفني وردخ المدير الفني الضغط على المدير الفني وردخ المدير الفني والحديث عن فكرة اللعب اللي تم استبداله بعبدالله السعيد فانت عاوز تدور على مين اسهل خلينا اقول لك انا بقى هو مهيب اللي دور على مين اسهل له انا اقول لك المعلومة مش انت قلت اللي عندك كمل خالص للاخر وانا اقول لك اسم اللعب طبعا هيكون اسم اللعب مين غير امام عشور هو انت منتظر يتقال ايه غير امام عشور يعني انت مستني ايه يتقال غير امام عشور لا أنا هسيب محمود حمادة مع كامل احترام بقى وتأديري لي لكن هسيب محمود حمادة ويسيب كل الناس اللي كانت في وسط الملعب هسيب مهند لشين اللي يعني رفض إنه هيدخل حتى يشوت ركلة ترجيح ويسيب كل ده وهمسك في إمام عشور اللي أنا كنت بتسند عليه في المنتخب في بطولة أم أفريقيا في نصف النهائي إمام عشور اللي لما جاله ارتجاج كان هيكتب تقرير على نفسه عشان يلعب المباراة عشان يشارك في المباراة لكن الناس التانيين اللي حوالين المنتخب اللي ممكن يكون يعني قيمة ليهم وإرضاء لذاتهم إنهم ما يروحوا يعودوا الدكة في المنتخب لا أنا مش هكلم عنهم أنا هكلم عن لعب بقيمة إمام عشور الفنية ديها القصة جماعة باختصار شديد في اختيار اسم إمام عشور لا هو في حاجة بقى جانب تاني أسهل برضو من كل ده أنا حاسس إن ياسر إبراهيم عماله ولا جماعة أنا ياسر أنا معاكم يعني النادي الأهل ضغط عشان يمام عشور وعمل كل ده عشان يمام عشور وانتوا سيبتوني يعني صدفة كده وقدر ربنا واحد تصفى جبتوني فجماعة يعني حتى الناس وياه بتتكلم الكلام المبتزل وأنا بشوف ده نوعية من الكلام المبتزل للأمانة وهو أصبح حال كتير جدا من الإعلام الرياضي اللي هو إضرب أي كلام ويبقى عندك فيتوريا بيتكلم وعندك جهاز المنتخب بيتكلم وعندك أعضاء فنيين بيتكلمه وإحنا حنصدق الكسب اللي إحنا بنقوله وحتى المصادر الرسمية حنم فيها فده بقى موضوع موسيق جدا ولكن يعني يا جماعة ياسر إبراهيم ده راجل تم اختيار لعبين أقل منه في مركزه وده رأي يعني حتى إحنا كنا يعني بنتكلم بحرص كده وقت الاختيار وطبعا اتكلمنا عن ياسر بس ما حبناش نعلل من حد في المنتخب تم اختيار يا جماعة يعني لعب مع احترامي زي أحمد سامي وضع في مقارنة مع ياسر إبراهيم أنا بشوف واستبعاد ياسر إبراهيم لصالحه كان شيء مهين كرويا وأنا بعنيها مش مهين لياسر مهين للحرص على مصلحة المنتخب ولكن الراجل محدش قدر يفرد عليه ياسر والنادي الأهلي فين من ياسر وكأن النادي الأهلي يعني انت هتفرد وتضغط إمام عشور وياسر ده جماعة اللي هو يعني احنا النادي الأهلي مضحي بيه ما اللي هو يعني ما هو يا الأهلي بيضغط في لعبته وما بيضغطش في لعبته ولكن أصبح كل شيء هو مجال للروايات ومجال للنوعية من الناس اللي احنا قلنا دا عايزين يداري على الضغط اللي احنا عملناه من أجل استبعاد فتوح وصبحي عايزين يداري على الضغط اللي احنا عملناه من أجل أعادة من أجل أعادة عبدالله السعيد من الاعتزال لعب الدولي ليه الأسباب ليه الانتقال في هناك لا وشوفت كان توصل معادلة إن عبدالله السعيد طرح اسمه مع المنتخب مش هو اللي مجاملة ده استبعاده اللي مجاملة وانضمامه عشور مجاملة ده احنا جماعة عملين نحط في الناس ونصغلوهم كمية حاجات غير منطقية دراجة من لو طفل صغير ممكن يقول هو أنتو كألام رياضي الناس اللي بتضرح الأفكار دي أنتو بتقولوا إيه واحد من ضمن اللي طول الوقت أنت بتقول إيه هو يعني مش عايز أقول طيب الزكر هو رضا عبدالعال نسمع قال إيه أنه طبعا لازم يعني يلعب في الزراير معقولة حاجة تخص إمام عشور وكله لقف في الزراير رضا عبدال مش هلعب في الزراير إلعب في الزراير عم رضا أنا عمش يعني موضوع الكشف بالنسبة للمدير فني أجنابي أو مصري حتى يعني أنت مش شايف الكلام ده طب إمام عشور ما كانش مسافر أنا ممكن أقول لك أنه يعني مش مفهمش اللعيب لا 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 تتسيبك من الأوام مش عارف ينزل مين ما كان مين انا بقول له إمام عشور ما كانش جاي ما كانش مسافر صح وأنا معاك أمي والمصحف ما كان هايسافر إيه ده ما كانش ده لو ما أخدوش ده تبقى مشكلة والمصحف ما كان هايسافر جيب الأمر المباشر إزاي زي الناس إمام أحسن لعيب في الفترة يابا ما ليش دعوة سيبك من أحسن لعيبه ومكسر الدين ما كانش هايسافر عشان دغط نعطه يعني لا ولا كان هو اللي مش عايزه هو اللي ما كانش عايزه فيتوريا ما كانش عايزه فاتفرض عليه طب ماشي أنت ماشيته صح طب أنت عشان تبقى شكلك كويس لازم حسن الشحات ينضم معاه سيبك من طريق حامد طريق حامد بطن معاه كان في موضوع حسين واخد بالك بس هو جاله بس الكشف بإمام عشون ولما جاء بينه وبين عبدالله السعيد ضحه بعبدالله السعيد واخد بالك طب ما ضحه بمحمود حمال ضحه بن نين ضحه بمهند لاشين واخد بالك ضحه بحمد فاتحي اللي احنا محسناش بيه طول البطولة صح بقول لك جاله الكشف جاله الكشف كامل مكتوب في إمام عشور أنا صعبان على إمام عشور والله معشور عمال ولا جماعة حس الليلة اللي أنا دخلت فيها ده أكبر من اللي أنا عملته أنا قررت أروح نادي هو أي لعب بلعب في مصر هو حلم لو أنت قررت ما تحترفش في أوروبا في أكبر الأندية فأنت لو ما بتلعبش في النادي لالي يا ابني وبقى أنت بتلعبش كرة فالراجل يعني كل اللي عملوا أنه هو شاف أنه ده المكان اللي يليقوا بموهبته أنه هو يكون موجود فيه بدفع التامن كشف جاي كامل بإمام عشور لوحد مخطوط في الكشف يعني طبعا يا جماعة الكلام مضحك والكلام كلام عايز كشف وفيه حاجة مهمة كمان لا الكلام عايز كشف طبعا نعم ده الكشف ما تعملش من الزمان إنما المضحك كمان حاجة هتبدأ بقى تلاقي شوف حملة تلميع عبدالله السعيد عبدالله السعيد ده اللي هو هو رضا عبدالعال كان من فترة بس بيتكلم إنه هو لاعب ما بيتحركش ما بيجريش بالكورة من أهم أسباب مشاكل النادي الأهلي من النادي الأهلي ده الرجل بوصل فاطم اللي وقت قال النادي الأهلي مشكلته في البطولات وفي أفريقيا وأنه هياخد كذا عبدالله السعيد اتفرج دلوقتي وإنت بتتكلم عن أسطورة عبدالله السعيد كل أنواع المتح وفي قيمة عبدالله السعيد الفنية أهم لعب في مصر وبقى أهم لعب في مصر في المركز ده لما خرج بس من النادي الأهلي وقى جوة النادي الأهلي كان لعب بطيء كان لعب النادي الأهلي مش هاخد أفريقيا طول ما هو موجود كان لعب عنده مشكلة ده أنت هتسمع في اللي جاي بقى إيه هتسمع يعني سرديات هتسمع برديات هتسمع حاجات كتيرة قوي جدا 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 حتى لو ما فيش حاجة تقدمت لكن في النهاية تعالوا بما أننا اتكلمنا بالعقل والمنطق نجيب لكم بقى حد من المنتخب يا جماعة وحد إحنا مختلفين معاه وهو مختلف معنا ومختلف مع أبناء النادي الأهلي وطلق أعلن الاختلاف ده فتعالوا نسمع أيمان عبدالعزيز اللي كان موجود في المنتخب وأنا مقدرش أقول غير أنه اللي كان موجود في المنتخب لأن تصراحاته اللي قالها بتاعة العشرة في المية والمصاحة ما تخليش هدي له أي طايتل جوة القورة أنا أقدر أقول اللي كان موجود في المنتخب اللي كان معاهم كان شاهد واحد معاهم اللي كان معاهم قال إيه في قصة إمام عشور نشوف فيديو أيمان عبدالعزيز ونرجع نعنق يعني عبدالله سعيد كان هيجي المنتخب آه طبع آه وإيه اللي حصل مين اللي تدخل لغى عبدالله وحط إمام عشور أنا اللي بقول لك أي حد يقول لك خلي بالك أنت عارفني لو في حاجة هقولها أني في حد تدخل والراجل خلي بالك الوحيد ولا حد يدخل معاه في تشكيل ولا حد يدخل معاه في اختيارات اختيارات كله هو بيخدها يعني هو بيقعد معنا قبل مثلا الاختيارات مثلا بشهر بحطت قايمة طويلة اللي هي للستين يعيبين اللي موجودين عندنا تمام فبنيجي قبل الاختيارات مثلا بأسبوع بنقعد ثلاث مرات تقريبا يعنى كل واحد بيقول اختياراته يعني بيقول الناس اللي هو مختارها اللي هم القايمة الكبيرة بيقعد نتناقش فيها كلها وكل واحد بيقول رأيه آخر يوم في المؤتمر تمام بيجي يقول لنا القايمة يعني قبل المؤتمر أنت كأيمن عب عزيز تفاجئت بضم إمام عشور لا خالص كان متفاجئت كان متفاجئت علي كان موجوز في الاختيارات اللي كانت موجودة معنا يا أخي الدنيا دي قرى وصالة يعني اللفة طلعت من عند مهيب عبدالعادي لفت راحت لردى عبدالعال راحت لفتح الله راحت لميدو ورجعت تاني اتحطت عند مهيب عبدالعادي قال له أي حد اللي هو انت عم هو بيحاول أنا اللي قال للمعلومة أنا مهيب اللي امطلع المعلومة فلما جيب حد من الجهاز الفني يكدبني أنا والله والله ما أقدر أعرف في الحالة دي أي مهنية غير أن أنا أطلع أقول طب لحظة كابتن أيمن لأن أنا غلطت وقلت المعلومة دي فأنا بعتذر عن هذه المعلومة ده احنا لو بنتكلم في أعلام مهني لو بنتكلم في أعلام موضوعي لكن الراجل خاد الكلام من شخص بينفي كلامه ورويته اللي لفت على الشاشات وعلى البرامج وعلى لسان المقربين مهاردة عبدالعال بيبقى ضيف في البرنامج وعادي جدا وروح البيت عادي وتناول حياته بشكل طبيعي جدا عشان بكرة هطلع حكاية تانية على النادي الأهلي وعلى لعبي النادي الأهلي أبسط ما كان فيها والله أنا غلطت يا جماعة أنا أسف لأن أنا لقلت الموضوع ده ده قصة عايزين أن أتكلم في الحتة دي برضو قبل ما نختم إن في حاجتين مهمين زي ما أنت قلته لازم نسترس على النقطة دي ونأكد عليها واحد زي أيمان عبدالعزيز جاء في اللقاء قال إحنا كزمالكواب يتربصوا بينا إحنا الأهلوية بيبقوا ضدنا هل كان يا أسامة ممكن يفوت فرصة يفوت فرصة إن هو يضرب دي حاجة تانية أنا رجعت للوقت بطولة أفريقيا بدأ في يناير قبل نص يناير روي فيتوريا طالع راضد بنفسه في الموضوع يوم 30 ديسمبر في المؤتمر محمود فتحالة بيقولك كان موجود لحد قبل بطولة أفريقيا بيوم إيه ده الرواية خلصة